اشتركوا في القناة 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 الوالدة متوفية اشتركوا في القناة 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 من اعلى القربات واسمى الطاعات حينما نقرأ الآية الاولى من سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيب وفي سورة محمد وفي سورة محمد التهديد والوعيد لقاطع الرحم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم طبعا احنا بنقول هنا على الشق الايجابي لكن لن ندين العم اللي في السؤال لان طبعا حضرتك قد تكون هنا انا لا ابرر لقد قد تكون هناك اسباب او اعزار والمؤمن يلتمس لاخيه العزر ربا ان هذا العم كبر سنه او ضعف الصحته او يعني كانت في امور اجتماعية معينة او خلافات معينة احنا لا نبرر له بلكن نقول له ايه فاتقوا الله ما استطعتم والانسان يغالب الهواء ويصر رحمه لان مما تعلمناه في صيح البخار لما خلق الله تعالى الخلق قامت الرحم فتعلقت بالرحمن جل وعلا قال لها ما قالت هذا مقام العائذ اللائز بك من القطيعة قال الله تعالى للرحم ألا ترضينا ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك نسأل الله الهداية للجميع بان يصلوا ارحامهم يا رب يا رب ربنا يهدي الجميع طب انا استأذن الموضوعنا هنطلع على فاصل نرجع بعد الفاصل نكمل اسئلة مشاهدينا بعد اذنكم استنونك اهلا 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 بحضراتكم خلونا نكمل مع بعض لقاءنا مع فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجماعة الازهر سؤال هل من الممكن ان انا اتصدق بالميراث او اقدمه كل زكاة بسم الله الرحمن الرحيم لما مرض سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ارضاه عاده النبي طبعا زيارة المريض اسمه عيادة فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا سعد كان انجب بنات فقط فقال يا رسول الله اتصدق بثلسي مالي قال لا قال بالشطر يعني النص قال لا قال طب اذا بالثلس يا رسول الله قال الثلس والثلس كثير لان تدع ورستك اغنياء خير من ان تدعهم عالى يتكففون الناس بهذا الحديث اصل ان الانسان حضرتك يتصرف سواء وصية لاعمال خيرية لا يتجاوز الثلس الا اذا اجاز الورثة اما باقي التاركة بتذهب لان ده من الحقوق المالية في الاسلام مع التلت يتصرف في التلت عندك التلت اعمل بيه اعمل ما تشاء انما الثلسيان للورثة على حسب يعني قواعد الميراس الشرعي الورثة في المطلق والاولادي يعني افترضنا انه الشخص لم ينجب لا دي قضية تانية بقى اصلي هنا فننظر هنشوف بقى الاخوة الاشقاء ابناء الاخوة الاشقاء العام اولادي العام وهكذا اللي هي العصب النسبي اه فعلى حسب وضعهم يعني حضرتك لو انسان زي ما انت بتفرض المسألة لم ينجب طب هنشوف بقى اللي في العصب هل فيه اخوة واخوات اصب لهم حاجة افرض مسألة علاقات لا هيخدوها لا لا ملاش شوف لدخلة لالتاركة بالعلاقات الاجتماعية بيكرهوني بقى لا معلش للرجال نصيب لا للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله اه دي يعني يعني ربنا شرع هذا ولا يرد الأمر على الله عز وجل لا لا يرد الأمر على الله سبحانه وتعالى ابدا طيب للأسف الشديد الوقت جاري كمجرة العد فوصلنا كنت طويلة النهاردة مولانا تتعوض الأسبوع الجاي إن شاء الله دورتنا وشرفتنا وقفتنا كمجرة العادة كل الشكر شكرا لكم مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجمال الأزر بارك الله فيكم الأسئلة اللي لسه وسألناش لسه موجودة عندي هنكملها بإذن الله يوم الكنين الجاي مع الأسئلة الجديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة